بيت الخلافة قام يا خلاني صرح مهيب ثابت الأركان حصن حصين لا يضام نزيله فاسعوا بعزم صادق الوجدان أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في نقل لبعض أنشطة أمير المؤمنين حضرة ميرزا مسر أحمد الخليفة الخامس للمسيح الموعود أيضاه الله تعالى بنصه العزيز ويسرنا أن نقدم لكم اللقاء الذي عقده حضرته أيضاه الله تعالى بنص عزيز مع أعضاء لمجلس خدام الأحمدية من كندا الأسبوع الماضي يوم الأحد الرابع عشر من أبريل نيسان الجاري تشرف 66 من أعضاء الهيئة الإدارية الوطنية والقادة الإقليميين لمجلس خدام الأحمدية في كندا بلقاء حضرة خليفة المسيح الخامس لقد سافر خصيصا من كندا لهذا اللقاء بعد الدعاء الصامت الذي أمه أمير المؤمنين أتيحت الفرصة للخدام للتحدث إلى حضرته where are you from? Mauritius what do you do there? I'm serving as a movement center for Mkc Studios and your job? I help my dad in our family business for construction you know French? I do know French, Hazur and Creole? and Creole, yes and English and English and not in Urdu Hazur, I understand very little وخلال حديثه مع مسؤول التربية شدد أمير المؤمنين نصره الله على أهمية تذكير الخدام بأهمية أداء الصلوات الخمس يقب أن يشت Robbie's هناك فشل بأكد كل موعدتها فتح للتطناء والاكدام لتغطيز. تربيضاً جميعاً تم وضعنا سمجحة بشكل موعدتها. إذا كنتم تزعل ذلك إذا تم جعلها فإن فإنك دعوائج في هذا الفرق. إذا كانت سمجحها في ذلك، يعتقد أن تربيج الوطناء على الكون المضع Romans 10. يتبع اندفع هذه الماضيات وباقبل ذلك. و دعونا الكحيمة و دعونا من ثلاثة الاستخدام. لكن إذا وجود أننا نحمق أيضا ، ويوجد نماز بإدان فرماء ، ولا إبادة ، ولا إبادة ، ولا إبادة ، ألظام دماغ ، سأهتمون الجنل وجودود في العالم ، ويجرد نسبة في الإخوة ، لذلك الاشياء يجب أن يجب أن تبعونا النهي لهم بشأنك. بعضهم تلاحظون جمعة جداً بشأنك للمشأن. بعضهم تلاحظون جيداً بشأنك للعودة للتصصف على دخل الجيدة. لنا أجرب أ وفي معرض حديثه مع المسؤول عن الزواج في مجلس خدام الأحمدية أكد أمير المؤمنين نصره الله على ضرورة التنسيق مع هيئات الجماعة الأخرى وأثناء حديثه مع مسؤول المال صلط أمير المؤمنين نصره الله الضوء على أن الإدارة المالية يجب أن تركز أيضا على تربية الخدام فلا 웃su行 الخدام ودمات تم الهروب الجوائر الخدام وليس 한데 العلم لأن الحاديثرة من الهروب الجانب قد يجب أن تركزيلا على التفضيل التدام منزجد المنزل ضرورة الفقه key task إن ب требckي سايحة هذا الكتاب Tabiiما نتقدر فقط لا يوجد حيما orange كنت في العلم يمیدهم لا يوجد الحال نعم؟ ماشاءالله ، نعم؟ 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 اشتركوا في القناة 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 شكرا اشتركوا في القناة شكرا اشتركوا في القناة وعند نهاية اللقاء منح أمير المؤمنين جائزة علم مجلس خدام الأحمدية إلى اثنين من القادة لجهودهما في خدمة مجلس خدام الأحمدية كما اتيحت الفرصة للخدام لالتقاط الصور مع حضرته كان هذا بعضا من أنشطة امير المؤمنين ايضه الله تعالى بنصر العزيز في الأسبوع الماضي أما الآن فمع ملخص لخطبة الجمعة الماضية التي ألقا حضرته من مجد مبارك بسم الله الرحمن الرحيم نقدم لحضراتكم ملخصا لخطبة الجمعة الأخيرة التي ألقاها سيدنا امير المؤمنين ايضه الله تعالى بنصره العزيز من المسجد المبارك في تلفورد في التاسع عشر من شهر أبريل نيسان الجاري حيث تابع الحديث عن غزوة أحد وقال عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم راجعا إلى المدينة بعد انتهاء المعركة خرجت نساء المدينة لاستقباله وكان من بينهن حمنة بنت جحش وكان قد استشهد ثلاثة من أقربائها في هذه الغزوة فلما رأاها النبي صلى الله عليه وسلم قال احتسبي فقيدا لك فسألت عمن استشهد من أقاربها فقال النبي صلى الله عليه وسلم خالك قالت إنا لله وإنا إليه راجعون ثم قالت رفع الله درجاته ما أروع ما لقيه ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم احتسبي آخر فسألت عمن يكون قال النبي صلى الله عليه وسلم أخوك عبد الله بن جحش فقالت إنا لله وإنا إليه راجعون ثم قالت الحمد لله ما أروع ما لقيه ثم قال صلى الله عليه وسلم يا حمنة احتسبي آخر فسألت عمن يكون أيضا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد استشهد زوجك فسألت عيناها بالدموع وقالت وأسفاه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن للزوج من المرأة لشعبة ما هي لشيء فلما أخبرها باستشهاد خالها قالت إنا لله وإنا إليه راجعون ولما أخبرها عن استشهاد أخيها قالت أيضا إنا لله وإنا إليه راجعون ولكن لما أخبرها عن استشهاد زوجها تنهدت تنهيدة عميقة وقالت وأسفاه ولم تتمالك دموعها وأبدت حزنها ثم قال صلى الله عليه وسلم إن المرأة في مثل هذا الوقت تنسى أعز أقاربها حتى الذين تربطها بهم علاقة الدم إلا أنها لا تستطيع أن تنسى زوجها المحب ثم سأل صلى الله عليه وسلم حمنة لماذا قلت وأسفاه عند سماعك خبر وفاة زوجك قالت يا رسول الله ذكرت يتمى ولده فمن سيعتني بهم بعده فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم أبدلك الله خيرا منه رعاية لأطفالك فكانت نتيجة دعائه أن تزوجت حمنة من طلحة فولدت منه محمدا بن طلحة وورد في كتب التاريخ أن طلحة لم يكن يحب ابنه محمدا حبه لأولاد حمنة من زوجها الأول وكان الناس يقولون ليس أفضل من طلحة رعاية لأولاد الآخرين وكان ذلك نتيجة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ولما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة أحد إلى المدينة تصاعدت أصوات البكاء من أزقة المدينة فقال صلى الله عليه وسلم ما هذا البكاء؟ قال معاذ نساء الأنصار يبكين هلكاهن يوم أحد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن حمزة لا بواكية له ثم دعا بالمغفرة لحمزة فلما سمع سعد بن معاذ وسعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وعبد الله بن رواحة ذلك ذهبوا إلى حاراتهم وجمعوا النائحات والباكيات وقالوا لن يبكي أحد على شهداء الأنصار ما لم تبكين على حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم لأنه قال لكن حمزة لا بواكية له يقول سيدنا المصلح الموعود رضي الله عنه لقد ورد في التاريخ أن حضرة علي عاد من أحد وأعطى سيفه لحضرة فاطمة وقال اغسليه فقد قام اليوم بعمل عظيم ولما سمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال يا علي هناك الكثير من إخوانك الذين أظهرت سيوفهم جوهرهم وذكر أسماء ستة أو سبعة من الصحابة وقال إن سيوفهم ليست أقل من سيفك فلم يحتمل أن يتكلم صهره بشيء من شأنه أن يمس قلوب الصحابة الآخرين فقد كان صلى الله عليه وسلم رغم جراحه واستشهاد أقاربه وأصحابه يتحنن على الجميع ويعز الجميع واستكمالا لغزوة أحد وقعت غزوة حمراء الأسد وهو مكان على مسافة ثمانية أميال من المدينة المنورة فبعد غزوة أحد عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة مساء ورغم إصابته البالغة تمكن من صلاة المغرب ثم العشاء في المسجد وبعد صلاة العشاء ذهب إلى منزله ولكنه قضى الليلة مستيقظا لأنه كان يخشى أن يخطط أبو سفيان لمهاجمة المدينة بجيشه ولهذا السبب كان هناك نوع من الطوارئ في المدينة وكانت هناك حراسة دائمة خارج بيت النبي صلى الله عليه وسلم كان التقرير الأول يقول إن أبا سفيان عائد بجيشه نحو مكة بسرعة كبيرة ولكن مع ذلك لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم غافلا عن ذلك وقد ثبتت صحة مخاوفه فلم ينتهي الليل حتى بلغه أن أبا سفيان يستعد للعودة بجيشه لمهاجمة المدينة المنورة فقد كان كل من يلتقي بالمشركين وهم عائدون من ميدان أحد يسخر منهم قائلا إنكم لم تقتلوا محمدا وما أتيتم بنساء المسلمين ولا جلبتم أسراهم ولا جئتم بالغنائم فعن أي نصر تتحدثون فأقاموا على بعد عشرات الأمتار من المدينة وبدأوا يتجادلون فيما بينهم قائلين صحيح أنه ليس لدينا أسرا ولا غنائم فيجب أن نعود ونهاجم المدينة إلا أن قائدا منهم وهو صفوان بن أمية أشار عليهم بعدم القيام بذلك وأن لا يفكروا في مهاجمة المدينة وإلا سيلقون هزيمة النكراء ولكن أكثرية أصحاب أبي سفيان قرروا غزو المدينة وإلا فبأي وجه يعودون إلى مكة مع استمرار هذا التشاور في جيش أبي سفيان أذن بلال لصلاة الفجر وجلس ينتظر خروج النبي صلى الله عليه وسلم وعند ذلك جاء عبد الله بن عمر بن عوف المزني يبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم فلما خرج أخبره أنه كان قادما من أهله وفي الطريق رأى أبا سفيان وأصحابه يقولون فيما بينهم أنهم لم يفعلوا شيئاً وعليهم الهجوم لاقتلاع من بقي من المسلمين فجعل صفوان بن أمية ينهاهم عن ذلك ويقول لا تفعلوا فإني أخاف أن يجمع عليكم من تخلف من المسلمين عن الخروج في أحد وعندها ستهزمون لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم هذا قال أرشدهم صفوان وما كان برشيد ثم قال بكل جلال والذي نفسي بيده لقد سومت لهم الحجارة ولو رجعوا لكانوا كأمس الذاهب وفي ختام الخطبة قال أمير المؤمنين نصره الله أحثكم على الاستمرار بالدعاء فكما كان يخشى شنت إسرائيل هجمة مباشرة على إيران وهذا سيؤدي إلى أن تسوء الأمور أكثر وعلى الأمة أن تتعقل فتجتمع للتصدي لأعدائها ثم أعلن أنه سيصل الغائب على بعض المرحومين وذكر نبذة من حياتهم إلى هنا نأتي إلى نهاية نشرتنا ولمزيد من المعلومات يمكنكم متابعتنا على العنوين الظاهرة على الشاشة وإلى أن نلخاكم في أنشطة جديدة لكم منا أطيب الأمنيات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بيت الخلافة قام يا خلاني